يا بلادي يا بلادي أنا لا أواسي وادي أصدرت يا بهادي وكفرنا في أوادي كل شيء فيك يا ربو أبوه في جنباتي يا درايتي في يوم تستهد في الحياة يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا فالصقر يا هلا الطير شلوى يا هلا فالحر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي إلى طيور شلوى فرسانة دير الصقور الرقم الصعب اللي بعتز فيكم وبفتخر فيكم تحية خاصة لخلاتي وإلى جميع الأحرار أينما تواجدتم أنكم لم تعتادوا المشهد مستمرين في دعم أهل غزة وصمود أهل غزة بكل الوسائل المتاحة شكرا لكم بعنف ورب العزة رغم الألم والوجعة والآهات اللي منشوفها إني أرى النصر قادم وقريب فصبرا يا أهل غزة فموعدكم النصر بإذن الله صقور تفجير لايك لهذا المقطع وفعل زر الإشارات للجرس ولي بيقدر ينضم للقناة ينضب أو ينتسب تعالوا لأنه اليوم رح يبدأ طوفان الصقور في يوم من الأيام يا جماعة الخير انسألت سؤال أو كان استدراج أو كان إغراء اعتبروه شو ما تعتبروه بالنسبة للجزائر فكان ردي ببساطة هيك صدمهم صدم تعرف شغلي لو تحطيت تحت الأمر الواقع قالوا لي يا بتنقلب على الجزائر يا بتموت لا بفضل الموت بشرف وكرامة ولا أنقلب على شعب من أجمل وآتي بالشعوب في هذا العالم ومن أرجاله الجزائر بالنسبة للصقر اللي بحب حب من طرف واحد من ضمن مبادئه الدفاع عن الجزائريين الطيبين للرجال اللي مواقفهم مشرفة ومقولتنا الرجال تدعم الرجال المية وخمسة يدعمون المية وخمسة أما المية وستة فيدعمون المية وستة طلعت حملة على الجزائريين وإحنا كنا متوقعين يعني عملنا الخطة وجاهزناها للرد على الروس المربعة والمستطيلة والبطاريق السحاري وعصابة الرداء الأبيض وذيول الكيان المطعوج والكيان المطعوج أو الكيان السوس كنا مجهزين كل شيء وفعلا بدأت هذه الهجمية بسبب مواقف الجزائر ضد الكيان المطعوج أو الكيان السوس فهمين علي لأنه باختصار الجزائر ضد الكيان والكيان ضد الجميع الجزائر ضد إسرائيل وإسرائيل ضد الجميع والجميع نسي إسرائيل والجزائريين والجزائريين لا يرقعون إلا لله الجزائر ما تركاش بس في واحد يعني تلعني المألوف وخلوه بوز مدفع يعني ميجان الدولار يعني ناس بعد شرفه عشان الدولار فعادي أنه يطلع يهاجم الرجال لقبوا يمكن من بطريق السحاري يعني وجه رسالة للجزائريين ويطلب منهم الاعتدار وبطلب من رئيسهم الاعتدار تفضلوا اسموا وشوفوا لوين وصلنا بس قبل هيك استنوا شوي بتذكرون فيه بطريق من بطريق السحاري أجه في العملاق الأخضر والمارد الأخضر الجزائري القلعة الشامخة فالآن هاي تاية في ميناء ضرار المهم معلن معلن بس التذكير حتى الرئيس الجزائري واجهة للأسف تم استغلالها بعانما يصطلح الحال بإذن الله ويعتذر الرئيس الجزائري نفسه عن هذه التصريحات ويطلب الرضا شماله شماله شعب الجزائري شعب مسكين يسعى لكسب رزقه يوميا الجزائر بلد ينخوه الفقر ويعمه الفساد ونهد الثروات انت تكلم قد ممكن لنا إلا أن ندعو الله في العشر الأواخر من رمضان لأن يؤكد الجزائر وأن يلطف بحال شعبه وحال كل المنكوبين قلبك عامر بالإيمان جزائرين شعب طيب شعب مسكين شعب لا علاقة له بكل هذه الخزعبلات والأكاذيب التي تتصدى لها الأبواق الإعلامية الإخوانية في الجزائر أو المتأيرن الآن نتيجة التبعية للأسف لنظام الملاني يكذب ويخرط ويزيد ونعرفه بي حد كان الله بعون أهلنا الجزائريين وبعون المنكوبين في كل أنحاء العالم مثاله كان ما تنسكش من فمك ما نشعر فمين تنسك عرف ما شراء تتكلمي عايز زم فمك تمثيل حلو بس مش عالمخرج وكاتب النص شفتوا كيف قاعد بستعطف بالجزائرين وخلى الجزائرين منكوبين وخلى الجزائريين إنهم قاعدين بلطموا ها ها سمعتوا أنكم عاملين لطميات في وهران وفي تلمسان مؤلعة مؤلعة في العاصمة بالصحراء هيا بالربيض شوفي بس المرحلة يعني أرخص من الرخص بالكذب صراحة يعني مش طبيعي أنت كل هدا عشان الدولار وبله هالدرجة تهاجم الرجال والمواقف المشرفة ولكن هاي الجزائر يهبل هاي الجزائر 132 سنية جعلنا لنا تلك الفرنسيين وما تركوش حجهم لدرجة الفرنسيين عرضوا عليهم نصف الجزائر ورفضوا الفرنسيين عرضوا عليهم أنهم يأخذوا الجزائر ودعوهم تحت حكم الفرنسيين ورفضوا ولكن الفرنسيين قالوا مكتب خلونا نتعايش معكم هؤلكم هذول الجزائريين أحفاد الشعود الله يرحم الشعود اللي أحديتهم على رأسي وعلى رأس كل الأحرار أما المنافقين ما بعرفوش شهادة وشو يعني تضحية وشو يعني كرامة لا لا أنتو مش معزومين يعني صراحيا انتم تخيئين كل عقلك تطلب هذا الطلب من الجزائريين من الجزائريين طيبين مش منافقين الرجال بدأك يوم يطلعوا يعتذروا طيب هو رئيسهم من الشعب ومستمد أصلا هاي القرارات من الشعب ومن أحفاد الشهداء والثوار وال كل راضة عشان الجزائر واقفة شوكة بحلق العملاء والخولة واقفة شوكة بحلق الكيان المطعود يا حيف كان فيك تحتي كلمة طيبة مش لهالدرجة تصل ولا الدولار يضيع عقولكم ولك السجر واحد والسجور واحد واللي قدامك فيش في جيبته نص دولار بس بعبيك كرامة والشرف والرجولة نعم المصاري لا تصنع الرجال الرجال تصنع المصاري زي ما بقوله خد مني الجزائريين أصحاب عقيدة سليمة الجزائريين أصحاب مبدأ وموقف ورجولة الجزائريين قدبوا ملايين الشيوانة من أجل بلدهم ومن أجل إعلاء راية الحق الجزائريين قلعة شامخة بوجه كل الأنذال والكيان المطعود الجزائر المارد الأخضر أو العملاق الأخضر فمين أنت يا بطريق أنك تلعب معه أصحاب حالكم هذه الجزائر هذه الجزائر التي تربي أولادها على العقيدة السليمة وعلى الكرامة وعلى الرجولة وعلى كره الكيان المطعوج وعلى دعم فلسطين بيت المقدس لأنها قضيتهم الأولى العقائدية وكره الكيان المطعوجة والكيان الصوص أمنتوا شغل مراقص حلال آآآآ شغل شو اسمه مهرجنا تلعو ومش العو خليكم فيها خليكم فيها ما تلعبوش مع الرجال من الآخر خليكم في قسم المية وستة هاي الجزائر الله يحميها هاي الجزائر الله يحفظها لأنه هاي الجزائر بشعبها وبمواقف شعبها وبعقيدة شعبها واكفي وصامضة بوجه كل الأنذال يا جزائرين بدي أذكركم أنه هاي الأشخاص نفسها طعنت في رجال الأمة رجال غزة اللي بتدافع عن شرفنا وعرضنا ومقدساتنا طعنوا فيهم وشوه صورتهم وما خلولهم يا جزائرين فعادي جدا أنه ييدوا عليكم هذول وصلوا لمرحلة حب وانتماء للكيان المطعوج أكتر من شعب المطعوج أنتوا متخيلين تخيلين العارل وانه وصلنا الله يحمي رجال غزة العزة الله يحميهم ويثبتهم يا رب وينصرهم على كل المنافقين وعلى أعداءهم بني مطعوج وبني صوس يا حيف بس وان شاء الله وان شاء الله رح يجي اليوم ونخلص من كل المنافقين ومن كل المبتحين ومصير الحق ينتصر لو بعد حين لأنه هذا وعد الله والأيام اللي جاي إن شاء الله أيام بيضة لنصرة الأحرار أينما كان على كل تحيا غزة العظمى بأهلها وشعبها وصمودها ورجالها تحيا غزة بلدة التوحيد في هذا الزمن وتحيا الجزائر عصية شامخة محمية بإذن الله برجالها وثابتة على مواقفها وتحيا فلسطين وتحيا هاي الأمة خالية من المنافقين والمبطيح والله يرحم الشهداء ويشاف الجرحة واللي بدأ حكيه صقر واحد صقور وحدي طوفان الصقور سيبدأ شكرا للمشاهدة